قد نحتاج في بعض الأحيان إلى تكرار مجموعة من الأوامر عدة مرات في النص البرمجي وسيتطلب هذا التكرار الكثير من الوقت والجهد لذلك توفر جميع لغات البرمجة تقريبا بنية تحكم تسمى حلقات التكرار بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد الدرس الأول بعنوان الحلقات لوب علما أن هذه الدالة ستسمح لك بتنفيذ سطر واحد أو مجموعة من الأسطر التي تسمى بالمقاطع البرمجية عدة مرات حيث يمكنك تحديد عدد التكرارات بعدد معين أو أن تعتمد على شرط معين علما أن البايثون يدعم نوعين من الحلقات وهما حلقة فور وحلقة وايل أولا حلقة فور حيث تستخدم حلقة فور من أجل تكرار مجموعة من الأوامر لعدد محدد من المرات ويكون عدد التكرارات محددا في قيم دالة النطاق والتي تسمى رينج أي أننا سنقوم بكتابة عدد التكرارات بداخل هذين القوسين المسافة البادئة في الحلقات تعلمنا سابقا أنه يمكن استخدام المسافة البادئة لعبارات الجملة الشرطية F وذلك لأنه مهم جدا في لغة البرمجة بايثون حيث يتعرف المقطع البرمجي على العبارات المضمنة في الحلقة والتي يتم تنفيذها في كل تكرار لها من خلال المسافة البادئة فإذا لم تترك مسافة بادئة في مقطعك البرمجي وستتلقى رسالة خطأ دالة النطاق رينج تستخدم دالة النطاق رينج مع الحلقة من أجل تحديد عدد التكرارات ويسمى المتغير الذي يحسب التكرارات العداد كاونتر وفي دالة النطاق يبدأ العداد بالعد دائما من الرقم الصفر ويزيد بمقدار واحد وينتهي العد قبل الوصول إلى الرقم المحدد بداخل الأقواس مثال في هذا المثال سيتم طباعة قيم المتغير المسمى i ففي هذا السطر 4i انريج ما بين قوسين 5 Brent i أي أن قيم هذا المتغير سيتم طباعتها بدءا بالرقم الصفر ويتم زيادة هذا الرقم بالرقم واحد إلى أن يصل إلى الرقم الذي يسبق هذا الرقم الموجود ما بين الأقواس كما يمكنك تحديد مقدار البداية بإضافة قيمة فعلى سبيل المثال النطاق التالي ما بين قوسين 2.5 وهذا يعني أن العداد سيبدأ من الرقم 2 وينتهي عند الرقم 4 والقيمة 5 لن تكون مدرجة من ضمن القيم ملحظة هامة القيمة التلقائية للزيادة في دالة النطاق هي واحد ولكن يمكن تحديد مقدار الزيادة بإضافة قيمة ثالثة فعلى سبيل المثال النطاق التالي ما بين قوسين 1.5.2 وهذا يعني أن العداد يبدأ في العد من الرقم 1 وينتهي عند الرقم 4 ويزداد بمقدار 2 كما في هذا المثال فالقيمة الثالثة في دالة النطاق تسمى بالخطوة كما يمكن أن تكون الخطوة عددا سالبا ويصبح العد بشكل عكسي كما في هذا المثال فنلحظ أنه في هذا المثال سيبدأ العد من الرقم 10 وينتهي إلى الرقم الذي يسبق الرقم 5 ومقدار هذا التنازل بسالب 2 إذن 10 8 6 ثم سيتوقف لأن الرقم الذي يلي الرقم 6 سيكون الرقم 4 وهكذا جرب بنفسك قم بكتابة القيم التالية في برنامج البايثون ومن ثم قم بكتابة القيم في هذه المربعات إذن بعد كتابة هذه الأسطر سنقوم بالتشغيل وسنلاحظ ما الذي سيحصل إذن نلاحظ أنه قام بطباعة هذه الأعداد وهي 4 3 2 1 أي أنه قام بطباعة هذه الأعداد بشكل تنازلي أما بالنسبة للمثال الثاني إذا قمنا بتغيير هذه الأعداد إلى 0 10 و 2 سنقوم بالتشغيل وسنلاحظ ما الذي سيحصل إذن نلاحظ أنه قام بطباعة الأعداد الزوجية بشكل تصعدي مبتدئة بالرقم صفر ومنتهية من الرقم ثمانية إذن صفر اثنان أربعة ستة ثمانية بهذا الشكل مثال على درجات تقييم الطلبة لقد عملت سابقا على مثال لحساب درجات تقييم الطلبة حيث يتحقق البرنامج من اجتياز الطالب للامتحانات وسنتعلم على كيف يمكننا تطبيق ذلك باستخدام حلقة فور لقد تحققنا في المثال السابق من درجات طالب واحد فقط لنفترض أن عليك أن تتحقق من درجات صف كامل مكون من 15 طالبا إذن سنقوم بكتابة هذه الأوامر البرمجية في البايثون ولا تنسى أن تترك المسافات بعد الشروط حيث تستخدم حلقة فور عند معرفة عدد التكرارات المرادة قبل بداية التكرار إذن سنقوم الآن بالتشغيل وسنلاحظ ما الذي سيحصل إذن نلاحظ أنه يطالبنا بإدخال اسم الطالب مثلا محمد والدرجة 80 نلاحظ أنه قام بإدخال هذه العبارة إذن محمد اجتاز الامتحانات محمد حصل على بي ويطالبنا الآن بإدخال اسم الطالب الثاني إلى أن نصل إلى الطالب الخامس عشر وهكذا سؤال ما الذي سيحدث عندما يكون الرقم غير معروف والتكرار يعتمد على شرط معين في مثل هذه الحالات تقدم بايثون حلقة تسمى حلقة وايل الشرطية حلقة وايل الشرطية تستخدم حلقة وايل عندما لا يكون عدد التكرارات معروفا مسبقا طالما أن الحالة صحيحة فإن الحلقة تتكرر وتفحص بعد كل تكرار للتأكد من صحتها وعندما تصبح الحالة خطأ يتوقف التكرار وينتقل البرنامج إلى السطر التالي بعد الحلقة أما إذا كانت حالة الشرط خطأا في البداية فلن يتم تنفيذ الحلقة على الإطلاق ملاحظة هامة يجب أن تسبق الأوامر المتكررة بمسافة بادية مثال على حلقة التكرار وايل الشرطية ففي هذا المثال يقوم المستخدم بإدخال قيمة للمتغير X وتنتهي الحلقة عندما يدخل المستخدم القيمة صفر للمتغير المسمى X ففي هذا السطر تم تعرف متغير يسمى X من النوع العدد الصحيح ومن ثم تم استخدام دالة الإدخال من أجل أن يتمكن المستخدم من إدخال قيمة المتغير X وفي السطر الثاني إذا كانت قيمة المتغير X لا تساوي الرقم صفر فإن البرنامج سيقوم بطباعة قيمة المتغير X بعد ذلك سيقوم البرنامج بكتابة نفس الأوامر الموجودة في السطر الأول أي أن البرنامج سيقوم بطباعة جميع القيم المدخلة من المستخدم مع عدد رقم صفر فإذا قام المستخدم بإدخال القيمة الصفر فإن البرنامج سيقوم بطباعة هذه العبارة نهاية الحلقة كما يمكنك استخدام حلقة وايل الشرطية من أجل التحقق من مدخلات المستخدم في متغير معين مثال على درجات تقييم الطلبة في مثال درجات تقييم الطلبة سيطلب البرنامج من المستخدم أن يقوم بإدخال درجة الطالب لذا يجب أن تكون هذه الدرجة المدخلة أكبر من أو تساوي الرقم صفر وأقل من أو تساوي الرقم عشرين وفي حال أن المستخدم قام بإدخال قيمة خارج هذا النطاق فسيعرض البرنامج رسالة خطأ ويطلب من المستخدم أن يقوم بإدخال درجة صالحة كما في هذا المثال جرب بنفسه قم بكتابة الأوامر البرمجية التالية في البايثون ومن ثم قم بكتابة النتائج التي ستظهر على الشاشة إذن بعد كتابة هذه الأوامر البرمجية سنقوم بالتشغيل وسنلاحظ ما الذي سيحصل إذن نلاحظ أنه قام بعرض هذه القيام ونلاحظ أنه قام بعرض كلمة مرحبا قبل الرقم ثلاثة نظرا لأننا اشترطنا ذلك وهكذا الحلقة اللانهائية إذا لم يصبح شرط حلقة وائل خطأ فسيتهي بك الأمر بحلقة اللانهائية وهي حلقة لا تنتهي أبدا وعندما تستخدم حلقة وائل الشرطية يجب أن تتضمن أمرا واحدا أو مجموعة من الأوامر والتي ستغير الحالة من صواب إلى خطأ جرب بنفسك قم بكتابة الأوامر البرمجية التالية في البايثون ومن ثم قم بكتابة ما لاحظت أثناء تنفيذ هذا البرنامج لاحظنا في المثال السابق أن قيمة المتغير آي لا تتغير أبدا لذلك سيتم تكرار البرنامج إلى الأبد والإيقاف تكرار الحلقة نقوم بالضغط على كنترول سي وذلك في نافذة البايثون شيل في بعض الأحيان تريد إنها حلقة قبل أن تصبح حالتها خطأ وفي هذه الحالة سنستخدم عبارة الإيقاف والتي يمكن من خلالها إنهاء الحلقة التي تحتوي عليها وينتقل البرنامج بعد ذلك إلى السطر المتواجد بعد الحلقة علما أننا يمكننا أن نقوم باستخدام عبارة الإيقاف في حلقة التكرار فور أيضا وعادة ما يكون هناك العديد من الطرق المختلفة لأداء نفس المهمة حيث يمكن أن تفضل إحدى الطرق على الأخرى بناء على عدة عوامل أهمها سرعة تشغيل البرنامج ومساحة التخزين المطلوبة فالمبرمج هو الذي يقوم بتحديد أفضل الطرق مثال while true word input ما بين قوسين أكتب كلمة ومن ثم نقوم بوضع جملة الشرطية F إذا كانت الكلمة word مساوية لكلمة إيقاف قم بطباعة العبارة التالية لقد استخدمت عبارة الإيقاف ومن ثم قم بتطبيق عبارة الإيقاف break ومن ثم قم بطباعة العبارة التالية أكتب كلمة مختلفة ملاحظة هامة إن السلاسل النصية في البايثون حساسة جدا لحالة الأحرف لذلك عند التحقق من قيمة متغير عليك أيضا التحقق مما إذا كانت هناك مسافات زائدة لأن المسافة تعتبر حرفا في البايثون أيضا لنطبق معا التدريب الأول كم مرة سينفذ أمر اطباعة Brent في الأوامر البرمجية التالية لذا اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي أحسنتم إجابة صحيحة التدريب الثاني اكتب برنامجا في البايثون يقوم بعرض الأرقام من سالب عشرة إلى سالب واحد وذلك باستخدام حلقة التكرار فور أحسنتم إجابة صحيحة التدريب الثالث قم بكتابة برنامج يقوم بعرض الأرقام متدرجة من الرقم 100 إلى الرقم صفر بحيث يكون التدرج بمقدار خمسة أرقام على الشاشة الخاصة بك أحسنتم إجابة صحيحة التدريب الرابع أكتب برنامجا باستخدام حلقة وايل من أجل عرض أول 13 عددا من مضاعفات العدد سبعة أحسنتم إجابة صحيحة التدريب الخامس أكتب برنامجا لحساب مجموع جميع الأرقام من واحد إلى الرقم المعطى إذا أدخل المستخدم الرقم ثمانية فيجب أن يكون الناتج 36 بهذا الشكل أحسنتم إجابة صحيحة إذن هذه أبرز نقاط درسنا لهذا اليوم نرجو أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم هذا بالله أعلم وصلي الله وزلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين